بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشخص والقمر حثمان والنب والشجع يسجدان والسماء رفعها وارضع الميزان ألا تطور في الميزان بعقيم البزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضع المال الأهام فيها فاكية والنخل ذات الأكمان والحب ظلعس والريحان فبأياء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصات كالفخار وخلق الجانب من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤل هو المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو أنت آلاء شعاف في المحرك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاهم ويبقى بجه ربك من جناء ذكران فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألنا في السماوات والأرض كل يوم هو في شخص فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها سطلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفضوا من أقطاع السماوات والأرض فتنفضوا لا تنفضون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليهم ما شواز من النار والحاسم فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شبت السماء فكانت بردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عندهم به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرفوا مجرمون بسيما فيأخذ بالنمى صيما الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يجرمون يدوثون بينها وبينا فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء عبكما تكذبان هل ذا الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء عبكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء عبكما تكذبان مدامتان فبأي آلاء عبكما تكذبان فيما عيناه وغفتان فبأي آلاء عبكما تكذبان فيما فاكئة ونخل وردما فبأي آلاء عبكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء عبكما تكذبان حرم مقصورات في الخيان فبأي آلاء عبكما تكذبان لم يخمسه الناس قبلا ولا جان فبأي آلاء عبكما تكذبان متكين على أفرف الخضر وعب غري الحسان فبأي آلاء عبكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكران لتنسى الوقت تنسى الناس